في سياق النمتصل دعا وزراء مالية مجموعة السبع إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة كما طالب وزراء مالية مجموعة السبع إسرائيل بضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لاستمح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارية والخدمات كما دعت مجموعة السبع إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى التي أثرت سلبا على التجارة وذلك لتجنب المزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية